الأستاذ في لندن قال مقاومة إسلامية هذه لا مقاومة ولا إسلامية ولا علاقة لها سيد الصدرس وصفهم بميليشيات وقحة أخي الكريم لا هو قال من تسمي نفسها للإنصاف فقط نعم في التصريح قبل الساعات أخطر من تصريح نائب الرئيسي المجلس الأمريكي قائد الأسلول الخامس الأمريكي قال الهجمات تأتينا من الإيران فصحيفة غاردين البريطاني قبل سعب نشرت كاريكاتير إبراهيمي رئيسهم مع بايدن يتصافحان في القفاء وفي العام هذا يقول شيطان الأكبر والله يقول الإرهابي وفي القفاء يتصافحان كما يقول المثل البغداني من فوق الله الله ومن جوا يعلم الله فهذه حتى لو عجمت أولاد المتحدة هذه الفصائل وهذه الجماعة الخارجة عن القانون فتكون عملية جراحية بسيطة ورد على سؤال الأستاذ يقوله أن الحكومة كل الحكومة والإدارة الحكومة يعني تصور يا أخي هذه الجماعات الغير قانونية المنفلتة لديها صواريخ أرضار ذو الجيش العراقي ليس لديها صواريخ أرضار ما معنى هذا؟ معنى أن حكومة ضعيفة حكومة لا تستطيع حل مشاكل البلد والأفضل أن تعلن حل نفسها وإجراء انتقابات الليلة ويأتي حكومة قوية يعني بعدين أني سيادة تتحدث الصواريخ الإيرانية عندما سقطت في أربيل لم تسقط على بيت بيش رودزي الصواريخ الإيرانية سحقت السيادة العراقية السيادة يا زملائي يا عزائي ليست ثيابا زاهيا إنما صيف وعقل تحسن استعمالها عن أي سيادة تتحدث هل ظل البلد؟ هل ظل العراق؟ هل ظل العراق؟ هل نتكلم عن السيادة؟ فأولايات المتحدة الأمريكية لحتى الآن تحافظ على قواعد الاشتباك مع إيران إلا إذا تجاوز إيران الخط أو الخطوط الحمر جيد والجماهير الشعب يتجه نحو الحدود أستاذنا في لده أي جماهير هو الغرشعب هذا الشعب المسكين ثم المبادرة الأوروبية ستنجع لأن الأوروبيين مندفعين وفي قوة عربية اقتصادية قوية كإمارات والسعودية ودولة قوية سياسيا لها ثقل كمصر ستنجع المبادرة والحكومة الإسرائيلية ستوافق لأن حتى هناك خلاف بين الحكومة الإسرائيلية إذا أمريكا ولا نريد دخول في هذه التفاصيل طيب وسافر نعم طيب نعم طيب نعم طيب على رئيس الوزراء أن يكون أن يتحمل مسؤولية تاريخية ويقول لهذه الجماعات يعني الرئيس الوزراء يقول طيب وسافر قوات الأمريكية من العراق التكيرتري هو جماعات إجرامية موجودة معقولة دولة يا أخي حكومة مثل العراق لديها أكثر من مليون و أربعمائة ألف عصر أمني و جنود و عسكر لا يستطيع القال قبض على جماعات غير قانونية و خارج عن قانونية هناك من يقول لك اليوم سيد فرهاد بأنه الرجل مكبل ولا يستطيع فعل شيء على أرض الواقع بالفعل طيب اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور حيدر سلمان بذات السياق دكتور حيدر نعم نصدقيق نعم باختصار شديد لو سمحت بكلب جادي قيس الخزعلي والقاءاني ونور المالكي وللتذكير ما صار حدا بين نور المالكي وخالنا رومان ومسكي بينما قمة الود بين الطرفين نعم